طم أن الدائرة ساحل التوكرا لكارباء كافة المواطنين في نطاق اختصاصه الذي يمتد من منطقة سيد خليفة غربا وحتى مدينة توكرا شرقا وأن الشبكة العامة للكارباء في هذه المناطق خلال شهر رمضان المبارك مستقرة وتسير بشكل ممتاز وأنه لا توجد أي مختنقة تذكر ولا توجد أي زيادة في الأحمال الكاربائية تستوجب طرحها نحب أن نطمن المواطنين في نطاق بلدية توكرا خلال شهر رمضان المبارك بأنه وضع الشبكة مستقر ولن يكون هناك بإذن الله طرح أحمال نتيجة لأعمال الصيانة التي تمت بعادة ربط دوائر جمينة سجدابيا وبالتالي سيكون هناك استقرار في الشبكة كما أكدت الدائرة أن لديها فريق من قسمية الصيانة والتشغيل جاهز على أهبة الاستعداد للقيام بأي عمال صيانة طارئة قد تحدث تم بحمد الله لأيام الماضية تنفيذ مشاريع الاختراقات في دائرة توزيع الساحل وهي عبارة عن كوابل تم توريدها عن طريق الهيئة العامة لكارباب الحكومة الليبية الموقتة مشكورين وتم تنفيذها عن طريق الشركة الهندسية بتكليف من الشركة العامة للكارباب ومشروعات دارة توزيع ساحل بنغازي وأضاف رئيس دائرة توزيع ساحل توكر للكارباب أنه تم إنهاء كافة عمال الصيانة اللازمة وكذلك المشروعات الخاصة بالمختناقات على المستوى البلدية حيث تم فرد كوابل كاربائي لمسافة عشر كيلومتر تم توريدها بوسطة الهيئة العامة للكارباء والطاقة المتجددة بالحكومة المؤقتة وتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة الهندسية بتكليف من الشركة العامة للكارباب ومشروعات إدارة ساحل بنغازي عوذ برغثي ليبيا الحدث اشتركوا في القناة